السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضيل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد أما بعد فهذه المحاضرة تقرر أن نتكلم فيها على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم استكمالاً لما سبق لأننا شرعنا في الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالنبوة وذكرنا في المحاضرة الأولى كيف أن النبوة تتعلق بصفات الله تبارك وتعالى من يهة الحكمة والقدرة والعدل وغيره وفي المحاضرة الثانية ذكرنا كيف أن النبوة ممكنة وواقعة وتحدثنا على النبوة بشكل عام وفي هذه المحاضرة نتحدث على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سمسلات والسلام على الشرف الأمبياء والمسالين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بأدو سمسلات والسلام على الشرف الأمبياء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتحدث وفي الأنرة مالي لها ستحدث عن تدور كبير النبوة رسول الله محمد سلام في صلى الله عليه وسلم في خصوص تعدادات الصفات والعدل التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عين دي ربه صديق في نبوة ويكفي من أراد أن يتأكد في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع على سيرته وعلى حياته الشخصية وعلى أيامه وأحواله أو النظر في شريعته التي أتى بها وأنها شريعة قائمة على العدل آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر أو النظر فيما جاء به من كتاب ونسبه إلى الله تبارك وتعالى وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وعند التأمل في ذلك كله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي شريعته وفي الكتاب الذي جاء به كله يمكن أن نخرج من ذلك بأمور متعددة وتحت أمور متعددة ومقامات كثيرة تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل وتحت كل إثبات أدلة كثيرة جداً تندرق في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وَهَذَا الْأَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُهِمَّ جِدَّنَ الَّتِيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَحْذِرَهَا وَأَنْ يَدْرُسَهَا كَمَا أَنَّهُ يَدْرُسُوا في التوحيد وَقُدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِفْرَادِهِ بِالْأُلُوهِيَّةِ وَالْرُبُّبِيَّةِ وَأَسْمَئِهِ وَصِفَاتِهِ كَذَالِكَ لَا بُدَّ كَيْفَ أنَّهُ يُثْبِتْ نُبُوَّةَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم kemudian beliau mengatakan bahwasannya sifat-sifat yang menetapkan tentang kenabian Nabi صلى الله عليه وسلم dan juga dalil-dalil yang menetapkan kenabian Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sangat banyak sekali beraneka ragam dan cukuplah untuk menetapkan hal tersebut seseorang melihat kepada sejarah Nabi صلى الله عليه وسلم keadaan Nabi صلى الله عليه وسلم dan juga melihat kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم melihat kepada kitab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم bahwasannya kitab yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم adalah kalam Allah kalam Allah SWT dan seyukiannya seorang muslim hendaknya ia mempelajari sifat-sifat serta dalil-dalil yang menetapkan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sebagaimana ia mempelajari tentang Tauhid sebagaimana ia mempelajari tentang Tauhidullah tentang rubiah Allah SWT tentang uluhiah Allah SWT tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah SWT maka demikian pula hendaknya ia mempelajari tentang sifat-sifat dan dalil-dalil yang menetapkan Nubuah Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فمن تلك المقامات والأدلة التي تثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أولا مقام الكمال التشريعي والسمو الأخلاقي مقام الكمال الشخصي والسمو الأخلاقي فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ غاية ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الكمالات في جميع الأوصاف في خلقه وخلقته وأخلاقه فقد بلغ الكمال في خلقه وبلغ الكمال في فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم وفي شرفه وفي قوة عقله وفي صحة فهمه ومتين علمه صلى الله عليه وسلم ورجاحة بصيرته وجميل صبره وعظيم حلمه وعفوه وحسن تواضعه وكل هذه الأمور التي تثبت شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه ورجاحة عقله وعظيم حلمه وسمو عفوه صلى الله عليه وسلم كله مرصود ومكتوب ومدون وثابت وموجود وما على المسلم إلا أن يطلع ويقرأ ما كتب فيه صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة والتاريخ بل قبل ذلك ما كتب عنه في كتب الله تبارك وتعالى فقد قالوا له في أول دعوته يعني انظروا ترجم أحسن لا قبل ذلك dari pelajaran yang kita ambil dari sejarah نبي صلى الله عليه وسلم keadaan نبي صلى الله عليه وسلم syariat نبي صلى الله عليه وسلم dan kitab yang diolah نبي صلى الله عليه وسلم kita bisa mengeluarkan beberapa ماكومات yang menunjukkan tentang kebenaran nubuah نبي صلى الله عليه وسلم ماكومات يعني pelajaran-pelajaran yang bisa menunjukkan kepada sifat kepada kebenaran nubuah نبي صلى الله عليه وسلم ماكوم yang pertama atau pelajaran yang pertama yang bisa kita dapatkan adalah ماكوم مكامل السخسي وسموه الاخلقي pelajaran tentang kesempurnaan profil نبي صلى الله عليه وسلم dan juga kesempurnaan dan ketinggian akhlak Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم telah mencapai puncak dalam kesempurnaan dalam semua sifat-sifat نبي صلى الله عليه وسلم dalam dalam masalah akhlaknya maupun dalam masalah khilqahnya dalam kefasihan lesannya dalam kehormatannya dan juga dalam kuwati aklihi dalam kekuatan akalnya dan juga sihatifahmihi dan juga kebenaran pemahaman nabi صلى الله عليه وسلم dan juga dalam keluasan ilmunya dan juga rojah hati basyuratihi dan juga kuatnya pandangan Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم dan bagusnya kesabaran nabi صلى الله عليه وسلم keagungan kesantunan nabi صلى الله عليه وسلم kebaikan tawaduknya nabi صلى الله عليه وسلم dan semuanya ini bisa kita pelajari dalam kitab-kitab tarikh semuanya marsudun maktubun mudawanun di kitab tarikh ataupun di kitab-kitab sejarah dan sebelumnya juga ada di dalam Al-Quranul Karim Al-Quranul Karim فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما ورض في السنة وقف في احدى جبال مكة على الصفة فناد في قريش في اول دعوته فقال يا صباحا فكما قال في الصحيحين ان الرجل الذي لم يستطع ان يخرج بنفسه ارسل من يستطلع من يستطلع له الامر فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقريش واقفة أمامه فقال لهم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أي لو تكلمت معكم أن خيولاً وعليها الفرسان تأتي عليكم من خلف هذا الجبل وتغير وتغزوكم أكنتم مصدقية لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهم ويلزمهم فقالوا له انظروا يعني الآن المشركون يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما جربنا عليك كذباً يعني ما نعرفك بالكذب أبداً ولم نجرب عليك أنك كذبت فلو أخبرتنا أن خيلاً تأتي علينا من خلف هذا الجبل لصدقناك ولتغهزنا وكنا على أهبة الاستعداد للمعركة ما جربنا عليك كذباً هذا اعتراف هذا اعتراف فقال لهم فإني رسول الله إليكم فقام أبو لهب فقال له تباً لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا أنظر إلى التناقض اعترف أولاً بأنه صادق بل كانوا يلقبونه بصادق الأمين فلما جاءهم بالحق كفروا فلما جاءهم بالحق كفروا بل قبل ذلك أو بعدهم يعني هذه بعض المواقف التي وردت في السنة ومن جميل ما ورد فيه صلى الله عليه وسلم على لسان اثنين من الكفار اثنان من الكفار اكتمعوا أحدهم من النصارى والآخر من كفار قريش في فترة من فترات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثوا وصرح أحد أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق فقد خرج أبو سفيان كعادته إلى الشام والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كان يرسل الرسائل للملوك والعظماء حتى يدخلوا في دين الله فلما بلغ هرقل أو هرقل عظيم الروم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأه فما قال التمسوا إلي أحد ممن يعرف الرجل فلم يقدوا إلا أبا سفيان فجاءوا به إلى هرقل فدار حوار طويل مهم جدا وفي ضمن ذلك الحوار سأل هرقل النبي صلى الله سأل هرقل أبا سفيان سؤالا وهو سؤال مهم فقال له فهل كنتم تتهمونه قبل هذا أي قبل أن يدعي أنه نبي قبل أن يقول أنه نبي قال له هرقل هل تتهمونه قبل هذا بالكذب هذا لاحظ اثنان من الكفار هرقل وأبو سفيان قبل أن يسلم أبو سفيان طبعا فقال له هل تتهمونه قبل هذا بالكذب قال أبو سفيان قلته لا يعني ما كنا نتهم بالكذب فقال له فهل يغدر إذا تكلم بكلام وفعل عهدا معكم هل يغدر قال أبو سفيان لا وبيننا وبينه مدة ولا ندري ماذا يفعل بعد ذلك أو ماذا يفعل بنا يقول أبو سفيان هذه الكلمة فقط التي استطعت أن أدسها فيه ولاحظوا من شيام العرب أنهم يأنفون الكذب يأنفون الكذب يعني يبتعدون عن الكذب كيف إذا أوقف هرقل باقي القوم خلف خلف أبا سفيان فأوقفهم خلفه فقال لهم إن كذب أشير فمع أنفة العربي العربي على الكذب وخوفه أن يفضح ما استطاع أن يقول كلاما غير هذا الكلام هل تتهمونه بالكذب قال لا فهل يغدر قال لا وبيننا وبينه مدة لا ندري ماذا يفعل بنا قال الله تبارك وتعالى أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Kemudian akhirnya orang-orang Quraish berkumpul dihadapan Nabi SAW dan di tengah-tengah mereka pun juga ada Abu Lahab Nabi SAW sebelum memulai pembicaraannya Nabi SAW beliau mengatakan, apakah kalau seandainya saya mengatakan kepada kalian bahwasannya dibalik bukit ini ada pasukan berkuda yang sangat banyak yang siap untuk memerangi kalian semuanya ampun musadikiyah apakah kalian semuanya akan membenarkan kepada aku mereka semuanya mengatakan bahwasannya مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا kami belum pernah menjumpai sama sekali engkau mengucapkan ucapan yang dusta apakah kalian akan membenarkan bahwasannya jika nanti ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, kalian siap bertempur melawan mereka, di balik gunung sana ada pasukan perang yang siap untuk menghancurkan kalian semuanya مَا جَرَبْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا kami tidak pernah menjumpai engkau melakukan kedustaan sama sekali mereka membenarkan Nabi SAW wa'ala alihi wa sallam akhirnya kemudian Nabi SAW setelah itu mengatakan bahwasannya ini Rasulun ilaikum, saya ini adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah SWT kepada kalian semuanya, akhirnya tampil Abu l-Hab mengatakan تَبْبَنْ لَكَ يَا مُحَمَّدْ سَائِرُ الْيَوْمْ celaka engkau Al-Muhammad di keseluruhan hari ini celaka engkau apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semuanya lihatlah bagaimana tanakut yang ada pada diri mereka yang diwakili oleh Abu Lahad dalam hal ini asalnya mereka menggelari Nabi SAW dengan orang yang jujur dan orang yang terpercaya kemudian setelah mengatakan bahwasannya Nabi SAW adalah utusan Allah SWT kemudian mereka langsung mengatakan bahwasannya Nabi SAW tidak benar di dalam dakwahannya di dalam dakwahannya dalam akwanya bahwasannya Nabi SAW adalah Rasul Allah SWT kemudian marilah kita melihat fenomena yang lain yaitu dialog yang dilakukan oleh dua orang kafir satu dari kalangan orang kafir Nasroni dan yang lain adalah dari kafir Quresh yang pertama kafir Nasroni diwakili oleh Hirokla yang kedua diwakili oleh Abu Sufyan Abu Sufyan melakukan perdagangan ke negeri Syam kemudian akhirnya dipanggillah Abu Sufyan oleh Hirokla karena adat Nabi SAW pada waktu itu kata beliau Nabi SAW mengirimkan surat kepada raja-raja kafir yang ada di sekeliling Nabi SAW sampai surat Nabi SAW kepada Hirokla yang kemudian dibaca akhirnya kemudian Nabi SAW mencari orang yang bisa untuk memberikan penjelasan tentang siapa Rasul Muhammad SAW akhirnya kemudian dijumpailah Abu Sufyan datanglah mereka yang membawa Abu Sufyan kehadapan Hirokla kemudian akhirnya Hirokla menanya kepada Abu Sufyan apakah kalian menuduh bahwasannya dia melakukan kedustaan sebelum dia mendakwakan nubuah Abu Sufyan mengatakanlah tidak dia tidak pernah berdusta kemudian apakah dia melakukan pengkhianatan apabila berucap ataupun berbuat kemudian Abu Sufyan pun mengatakan lah walakin baynana wabaynahu al-an ini fi muddah kami sekarang antara kami dan antara Muhammad SAW itu ada muddah ada perjanjian perdamaian falah nadri ma fa'ala fiha kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di tengah-tengah perjanjian tersebut Abu Sufyan mengatakan bahwasannya hanya kalimat ini saja yang saya bisa masukkan untuk meragukan Herakla tentang kejujuran Rasul Muhammad SAW yaitu kalimat bahwasannya sekarang kami ini berada dalam masa perdamaian antara dia dan antara kita hanya kalimat itu saja dia tidak bisa memasukkan kalimat yang kemudian menyatakan bahwasannya Nabi SAW adalah seorang pendusta dan Abu Sufyan itu pun dan juga kaumnya ini juga orang yang sangat tidak senang apabila digelari dengan dusta karena itu Abu Sufyan juga sangat takut jika dalam majlis tersebut dia melakukan mengucapkan ucapan dusta kemudian akhirnya sahabat-sahabatnya akan menggelari dia adalah seorang yang berdusta itulah itulah dialog antara Abu Sufyan dan Herakla yang menunjukkan tentang bahwasannya Nabi SAW adalah orang yang bukan pendusta Nabi SAW adalah orang yang jujur ma sahibu kemudian ma sahibu Tanaquz قالوا كذب وهم يلقبونه بالصادق الأمين هذا Tanaquz قالوا ساحر قالوا ساحر مع ذلك في كتابه الذي جاء به يكفر الصحرة Tanaquz قالوا شاعر مع ذلك ما استطاع أن يأتوا بمثل القرآن تناquz قالوا أساطير الأولين يعني ينقلوا من الكتب ويقرأ الكتب السابقة وما اطلع عليها يعني عالم مع ذلك يقولون مجنون يعني لاحظوا التناقض كيف شاعر ولم يستطيعوا ولم يعرفوا أن يأتوا مثل هذا القرآن قالوا مجنون ومع ذلك يقولون كان يطلع على الكتب السابقة وهو يعلم بها إذن جنون وعالم لا يكتمعان قالوا كذاب مع ذلك كانوا يلقبونه بالصادق الأمين تناقض في تناقض حتى التهم في نفسها فيها تناقض فإذن من أهم أدلة إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الكمال الشخصي والسمو والعلو والرفعة الأخلاقية منه صلى الله عليه وسلم 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 ini adalah tuduhan yang tidak benar karena itu penuh dengan kontradiksi ثانيا مقام الكمال التشريعي الكمال التشريعي والأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فالشريعة التي أتى بها والدين الذي جاء به بلغ أقصى غايات الكمال والملاءمة لكل زمان ومكان فالإسلام هو أوسع دين شامل لكل مفاهم الحياة لكل مفاهم الحياة في الأصول والفروع وفي العلوم والأحكام وكافة المجالات فتقد فيه في هذا الدين أحكام في علاقة الإنسان بربه وأحكام في علاقة الإنسان بغيره من الإنسان بكافة أصنافهم سواء كان بالمسلم التقي أو بالفاسق الملي أو بالكافر سواء كان الذم أو المعاهد أو الحربي أو غيره حتى الوثني ستقد فيه أحكام تترتب في شريعته وتنبيهات عظيمة بل أكثر من ذلك علاقة الإنسان المسلم بغيره من الموجودات بالحيوان بالأشجار بكل شيء ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدين حكما يترتب عليها في التعامل يعني يكفيك أن تنظر في كتب الفقه وما كتبوه في التعاملات في البيع والشراء والأنكحة وما يتعلق بها من أحكام الأسرة وفي الجنايات والعقوبات والديات والأخلاق والقيم كل فروع الحياة بل حتى علاقة الإنسان بما حوله من المخلوقات ستجد لها أحكاما خاصة فَكَمْ مِنْ كُتُبٍ لِلْفِقْهِ في كل المذاهب تتحدث عن تلك الأحكام بكل مسائلها وقواعدها واصولها وفروعها وأحكامها واسمباطاتها فَكَمْ مِنْ كَمَلِهِ مِثْلَهَا شَرِيَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّهَا نعم kemudian beliau mengatakan مقام yang kedua atau pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil untuk menetapkan kebenaran نبوه نبي صلى الله عليه وآله 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 adalah مقام مقام كمالي تشري مقام kesempurnaan syariat Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وآله وآله syariat yang dibawa Rasulullah صلى الله عليه وآله 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 telah mencapai puncak kesempurnaan syariat yang dibawa Nabi صلى الله عليه وآله وآله adalah syariat yang sangat luas syariat yang sangat mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia yang berkaitan dengan usul ataupun furuk berkaitan dengan semua sendi-sendi kehidupan segala bidang kehidupan umat manusia dalam bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bermuamalah kepada sesama manusia semuanya disebutkan di dalam syariat Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وآله وآله kaitannya dengan muamalah kepada sesama manusia kita jumpai bagaimana syariat Rasul صلى الله عليه وآله mengatur dengan baik معامله dengan sesama kaum muslimin, sesama kaum mu'minin, kemudian bagaimana معامله dengan orang-orang kafir baik itu orang-orang kafir, mu'ahad ataupun harbi, ataupun dimmi semuanya diatur oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. dalam syariatnya yang mulia demikian juga hubungan manusia dengan hewan dengan makhluk Allah s.w.t dari kalangan hewan, dan juga dari tumbuh-tumbuhan diatur dengan sangat rapi oleh syariat Rasulullah Muhammad s.a.w. kaitannya dengan masalah mu'amalah kita jumpai bagaimana syariat Rasulullah Muhammad s.a.w. sebagaimana yang dituliskan oleh para ulama ahlul fikih dalam kitab-kitab fikih mereka kita jumpai dalam kitab-kitab fikih tentang mu'amalah bagaimana tentang baik wa syirat bagaimana tentang jual beli dijelaskan secara gamblang oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. kemudian masalah angkihah masalah yang berkaitan dengan pernikahan-pernikahan dan kemudian mu'amalah usriyah tentang bagaimana mu'amalah dalam rumah tangga ya dalam atap rumah tangga ini bagaimana diatur dengan baik oleh Rasulullah Muhammad s.a.w. wa'ala alihi wasallam kemudian juga bagaimana kaitannya dengan jenayat tindakan-tindakan kriminalitas dan apa hukuman yang dicatuhkan kepada tindakan-tindakan tersebut kemudian juga masalah dia tebusan-tebusan kemudian juga masalah perdana semuanya dijelaskan oleh Nabi s.a.w. وعلى عاليه وسلم لح HOLك نبیل komun ان對ema علیه وسلم أن رؤال برأسنا تجلس چن gab techniques تجلس چن scρεح عن سلم احليم سلم احليم سلم بأخوت موسلم احليم احليم سلم احضر سلم ان د IPW وعلى عاليه وسلم dengan baik ini menunjukkan betapa tingginya syariat Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وعلى الله وسلم dan betapa sempurnanya syariat Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وسلم yang semuanya ini menunjukkan atas kebenaran nubuah dari Rasul Muhammad صلى الله عليه وعلى الله وسلم kita jumpai Qutubul Madhaib semuanya membicarakan tentang masalah ini baik usulnya ataupun furuknya menjelaskan secara gamblang dan tentang masalah-masalah yang seperti ini tentang syariat Rasulullah Muhammad صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثالثا التجرد للإصلاح فالناظر في السيرات النبي صلى الله عليه وسلم يجد إنسانا قد تجرد ووضع نفسه للإصلاح فقط فقد كان متدردًا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يقدم مصلحة أحد على هذه الدعوة ولا يقدم منفعة عليها بل حتى بل حتى إذا ورد في مقام الدعوة ما يمكن أن يستثمر وهو فيه خلل لا يستثمره صلى الله عليه وسلم كان يدفعه عن الناس وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أولاً ثقته بربه في مقام الدعوة فلا يقد عنده أدنى تردد أو شك أو ارتياب ومن ثقته أنه كان وحيداً ومع وحدته صلى الله عليه وسلم وعدم وجود النصير والكتف التي يشتد بها ساعده صلى الله عليه وسلم فكان واثقاً بالله تبارك وتعالى كان يهدد من يعترضه ويتوعد من يكذبه ويقابل الجاحدين بثقة عظيمة ولا يهتم لما سيقابله به قد باع نفسه لربه صلى الله عليه وسلم متجرداً لأمر الدعوة لا يهمه أي شيء يصله من خصومه وهذا مقام عظيم قل لا أن تجد أحد يتقرد فيه بل تجد أصحاب هذه الدعوات الكاذبة يروغون كالثعالب وكالثعابين بحثاً عن مصالحهم الخاصة وأما صلى الله عليه وسلم فقد كان متجرداً تام التجرد بل كان يتوعد كما سيأتي في ضرب الأمثلة ثلاثة أمثلة توعد أصحابها في أول الدعوة وقد وقع توعده كما سيأتي في الأخبار ثلاثة أصحاب هذه الدعوة ثلاثة أصحابها في الدعوة تعطيرها في الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بلiau sangat percaya dengan janji-janji الله سبحانه وتعالى karena itu بلiau pada awal dakwahnya hanya seorang diri نبي صلى الله عليه وسلم hanya seorang diri وما وحداته bersama dengan kesendirian نبي صلى الله عليه وسلم tersebut نبي صلى الله عليه وسلم هددى من يعترده عليه نبي صلى الله عليه وسلم memberikan ancaman kepada orang yang menentang dakwah نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم tidak peduli بِمَا لَا يَهْتَمُ بِمَا سَيُلَكِهِ فِي دَعْوَاتِهِ نبي صلى الله عليه وسلم beliau tidaklah kemudian gentar dengan apa yang akan dijumpai di dalam dakwahnya karena itu نبي صلى الله عليه وسلم beliau tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh musuh-musuh beliau ketika نبي صلى الله عليه وسلم berdakwah di jalan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا hal ini berlainan dengan para pemilik dakwah yang mereka itu mendakwahkan kebatilan mereka itu bagikan musang mereka itu bagikan sa'lab kata saya mereka itu bagikan bagikan musang bagaimana mereka itu apabila mempunyai manfaat maka mereka maju apabila mereka tidak mendapatkan manfaat maka mereka mundur dakwah mereka dibangun di atas kemasalahan pribadi-pribadi mereka nah rasulullah muhammad صلى الله عليه وسلم karena mutajari dan fida'watihi dan hal ini terbukti di dalam sejarah nabi صلى الله عليه وسلم beliau memberikan ancaman bersama kesendirian nabi صلى الله عليه وسلم pada waktu itu terhadap tiga kelompok manusia dan itu akan betul-betul terwujud dalam sejarah anak manusia men di dalam kemudian terbih dan tiga kelomp tiga kelomp tiga kelomp beliau iki kemudian yuker ulub bu kurusun sen em امرهم بالإنصرف قال انزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم والكافرين perhatikanlah bagaimana شخص percayaan Nabi SAW terhadap pertolongan Allah SWT Rasulullah Muhammad SAW asalnya dijaga oleh para sahabat namun kemudian Allah SWT menurunkan firmannya يا أيها رسول بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس wahai رسول sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mu بلغ ما انزل إليك من ربك dan jika engkau tidak melakukannya maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah SWT والله يعصمك من الناس maka Nabi SAW tentunya akan memerintahkan para sahabat untuk kemudian berjaga-jaga untuk menjaga Rasulullah Muhammad SAW saling bergantian menjaga Rasulullah Muhammad SAW dan kalau seandainya Nabi SAW tidak sikah kepada Allah SWT tidak sikah kepada Allah SWT tentunya akan memerintahkan para sahabatnya untuk menjaga beliau dan kalau seandainya dakwah Nabi SAW tidak benar sebagaimana dakwah yang dilakukan oleh para pendusta maka tentunya mereka tentunya Nabi SAW akan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para para pendakwah pendakwah dusta itu mereka mengerahkan manusia untuk kemudian menjaga dirinya menjaga secara berkiliran nah sebagaimana yang dilakukan oleh mereka namun Nabi SAW karena sikahnya kepada Allah SWT dan kemudian karena benarnya nubuah Nabi SAW Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang Rasulullah SAW semua yang diperintahkan untuk berpaling untuk tidak menjaga Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian dengan ذلك ay juga أنه صلى الله عليه وآله وآله كان يذكر والله تبارك وتعالى ينزل عليه وكان يتكلم بالكلام الذي يقع وهذا الأمر مهم جدا كان يتكلم على بعض الأفراد أو بعض الأقوام أنهم سيحصل لهم كذا وكذا وكان يحدث لهم كان يتكلم بالكلام الجازم بل الذي صار قرآن يتلى إلى يوم القيامة من ذلك قوما من الأقوام تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تبارك وتعالى عليه القرآن فأخبر به فوقع كما أخبر أنا لن أتكلم عن الأخبار التي لم تقع كأشراط الساعة لا سنتكلم على أخبار في زمنه ووقعت في زمنه قومان وثلاثة شخصيات قومان وثلاثة شخصيات أما القوم الأول فقد وقع بين الفرس والروم حرب فغلبت الفرس الروم غلبت الفرس الروم وكان المسلمون يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل كتاب فأنزل الله تبارك وتعالى ألف لا ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين حتى أن أبا بكر رضي الله عنه وضع شرطا أن الروم ستغلب خلال مدة لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم تحذوا فإن لم يقع هذا الأمر ما الذي سيحدث تأملوا إن لم تغلب الروم الفرس بعد ذلك ما الذي سيحدث كل البناء الذي بناءه النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث كل البناء سيحدث وفي فعل ما مرت عشر سنوات إلا ودارة الدائرة على الفرس وغلبة الروم الفرس هذا حدث مع قوم هذا قوم الأول سيحدث 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 أفرد أفرد سيحدث 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 عندما ذكر التجد الكتول في عليه عمر solة ذلك يتبقيم ويتيقتك التحدثين لاحق liber sim فالصناiting المرة بناء من خالص بحران وفي هذا العمر الغرفي عندما ذلك في خاطئ ما يتحدث succeed ان نبي صلى الله عليه وسلم فاعله لا تحدث ماذا wondering wirًا تب 큰 إضافه اللوم لو لم يقع كما أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنما بانه النبي صلى الله عليه وسلم من أولي سين هديمه kalau seandainya tidak terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh النبي صلى الله عليه وسلم maka apa yang dibangun oleh النبي صلى الله عليه وسلم semenjak awal itu akan hancur lebur namun Allah سبحانه وتعالى mewujudkan secara nyata apa yang dikabarkan oleh النبي صلى الله عليه وسلم Romawi mengalahkan Persia في بيت السنين dalam beberapa tahun نختصر والن أذكر القوم الثاني وسأذكر بعض الشخصية الشخصية القوم الثاني نضعهم لا حتى تختصارا للوقت القوم الثاني هو قوم القرية في غزوة بدر فقد أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر فكان بعض الصحابة في زمن الضعف وفي زمن عدم النص النصير كانوا يستغربون مثل هذه الآيات فحتى قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كان يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر الشخصية الشخصية الأولى شخصية أبو لهب الشخصية الثانية شخصية عمرو بن هشام أبو جهل الشخصية الثالثة شخصية الوليد بن المغيرة وكلهم أنزل الله فيهم قرآن أما أبو لهب فقد أنزل الله فيه تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيذها حبل من أسد إنسان حي مشرك أنزل الله فيه أن هذا الرجل سيصلى نارا ذات لهب يبشره بالنار وأنه سيموت كافرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكامه تجرد وثقة وكان أبو لهب يستطيع أن يسلم ولو نفاقا ولو كذبا ولو فعلها ماذا سيحدث يقول انظروا محمد صلى الله عليه وسلم يتوعدني بالنار وأنا مسلم أليست كانت هذه خطة أو حركة أو فعل يستطيع أبو لهب به أن يشكك المسلمين مع ذلك ما فعل ولا قدر وصرف الله تبارك وتعالى تفكيرهم عن هذا الفعل وما تكافر الثاني تترجم أولانسي تترجم أولانسي تترجم أولانسي تترجم أولانسي تترجم أولانسي تترجم أولانسي وَرَكُلَّهِكُمْ kemudian beliau menyebutkan kaum yang kedua adalah kaum Quraysh Nabi صلى الله عليه وسلم ketika itu bersama dengan para sahabat adalah kaum yang lemah namun Nabi صلى الله عليه وسلم memberikan kabar bahwasannya kaum Quraysh yang memiliki kekuatan yang sangat banyak pada waktu itu akan dikalahkan oleh kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah صلى الله عليه وسلم sayuh zamul jam'u wa yuallun nadubur orang-orang Quraysh itu akan kalah dan mereka akan lari tunggang langgang dan itu terwujud dalam perang badar mereka mendapatkan kekalahan yang telak dari Rasulullah Muhammad صلى الله عليه wa ala dan kaum mu'minin kemudian tentang pribadi-pribadi Nabi صلى الله عليه وسلم mengabarkan ada tiga orang yang akan terjadi sesuatu pada dirinya yang pertama adalah Abu Lahab kemudian yang kedua adalah Amr bin Hisham atau yang dikenal dengan Abu Jahal kemudian yang ketiga adalah Walid bin Mughiroh ada pun Abu Lahab Nabi صلى الله عليه وسلم mengabarkan bahwasannya dia akan mati dalam keadaan kafir dan Nabi صلى الله عليه وسلم membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang Abu Lahab dan seterusnya sampai akhir ayat tersebut sampai akhir dari surah tersebut tentang Abu Lahab kalau seandainya Abu Lahab pada waktu itu ingin mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu dalam rangka untuk membatalkan kebenaran nubuah Nabi صلى الله عليه وسلم seperti dia misalnya melakukan makar dengan cara dia pura-pura masuk Islam dia munafik pura-pura masuk Islam untuk apa? untuk membatalkan kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi صلى الله عليه وسلم ini namun Abu Lahab tidak mampu untuk melakukan hal itu sama sekali dia tidak melakukan hal itu walaupun sebenarnya dia punya kemampuan tetapi Allah tidak memberikan kemampuan bagi dia untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga kemudian hancur apa yang dibangun oleh Nabi صلى الله عليه wa ala alihi wassalam hancur kebenaran nubuah Nabi صلى الله wa ala alihi wassalam kalau seandainya dia melakukan langkah dia munafik dia melakukan kemunafikan sehingga kemudian tidak terwujud apa yang dikatakan Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasannya Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka yang menyala terwajah 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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية سفع هو الشد أو الضرب والناصية هذه مقدم الرأس أي لئن لم ينتهي عن فعله لنأخذنه من ناصيته المفسرون يقولون إما في نار جهنم أو في الدنيا في الدنيا وقع في بدر قتل أبو جهل قتل أبو جهل وجر من ناصيته إلى القليل وهذا وعيد قاله النبي صلى الله عليه وسلم ناقلا في القرآن وتوعده ووقع في يوم بدر وقع في يوم بدر أن قتل وجر إلى قليل بدر من ناصيته الثاني وهو الوليد بن المغيرة أنزل الله تبارك وتعالى فيه قرآنا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناعل للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأول سنسمه على الخرطوم أي سيضرب على أنفه وتصبح علامة الخرطوم هي الأنف تصبح علامة على هذا الرجل الذي قلنا فيه قرآنا وبالفعل وضعت على أنفه علامة من ضربة تلقاها الوليد بن المغيرة فهذه أحداث وأخبار قالها النبي صلى الله عليه وسلم هو واثق منها متجرد يعلم أن الله تبارك وتعالى مصدقه سواء كان في أخبار أقوام أخبر عنهم ووقعت في زمنه أو أشخاص أخبر عنهم ووقع في زمنه أو بعد ذلك أخبر بأخبار وقعت بعده صلى الله عليه وسلم أو أخبر بأخبار لم تقع إلى الآن لكنها ستقع حتماً وصدقاً ستقع؟ أخبرع ثقائي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابو لاحب الله سبحانه وتعالى أخبر عن ابو لاحب أخبر 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 أعط أنت أيات yang berkaitan dengan hal itu tentang ancaman yang diberikan oleh Allah SWT kepada Abu Lahab لا إلام ينتهي لنسفام بناسيه sungguh jika ia tidak berhenti sungguh saya akan tarik dia pada ubun-ubunnya hal ini bisa terjadi ketika dia di dunia ataupun ketika dia di akhirat, dan ketika di dunia telah benar-benar terjadi Abu Lahab diseret melalui nasiahnya pada ubun-ubunnya dia meninggal pada waktu perang bedar kemudian diseret menuju lubang bedar dan pada ubun-ubunnya ini ketika di dunia benar-benar terjadi ada pun di Abu Jahal ini benar-benar terjadi pada Abu Jahal dan di akhirat nanti tentu Allah SWT akan memberikan siksa kepada Abu Jahal sesuai dengan yang layak baginya kemudian tentang Walid Ibn Mughirah Allah SWT memberikan ancaman dan disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW yang saya singkat juga disini sanasimuhu alal khurtum kami akan menandai pada hidungnya yang kemudian Walid Ibn Mughirah mendapatkan tanda yang seperti itu dari Allah SWT yang dipukul pada hidungnya sehingga kemudian menjadi tanda yang jelek baginya sampai kemudian dia meninggal dunia baik kemudian 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 وهي المرة الوحيدة التي كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم فخرج الناس فزعين خائفين فكانوا يقولون إن الشمس كسفت لموت إبراهيم في ذلك اليوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يصب في مصلحة الدعوة أن الناس تخاف وينتشر الأمر في قزيرة العرب أن الشمس كسفت لأن ابن محمد صلى الله عليه وسلم توفي يعني حدث شيء في الكون هذا يدل على أنه صاحب أمر عظيم لا بد من التصديق به ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليرد هذا الفكر الخاطئ فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته حتى إن بعض الكفار اليوم استدل بهذه الواقع على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو كان محمد كاذب لكان استثمر واستفاد من هذه الواقع ولكن لأنه صادق رد هذا الأمر ورفضه فكان يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وادعوا الله وصلوا فانظروا كيف تقرد لربه في هذا المقام العظيم الذي لو استفاد منه لكان انتفع صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته وتخويف الناس بهذا الأمر ولكنه امتنعا عن أن يستفيد من هذه الواقع لأنه يسد أو مخالف لتقرده لربه سبحانه وتعالى kemudian yang berikutnya yang menunjukkan kepada tajarut islahi Nabi صلى الله عليه وسلم dalam berdakwah di jalan Allah سبحانه وتعالى adalah pengingkaran Nabi صلى الله عليه وسلم terhadap semua orang yang menentang ketauhidan Nabi صلى الله عليه وسلم walaupun diam dari mengingkari orang-orang yang mereka itu menentang dakwah Nabi صلى الله عليه وسلم mengingkari tauhid itu akan membuahkan hasil yang sangat besar dalam dakwah maka Nabi صلى الله عليه وسلم karena tajarutnya karena totalitasnya Nabi صلى الله عليه وسلم dalam berdakwah di jalan Allah سبحانه وتعالى Nabi صلى الله عليه وسلم tidak kemudian diam tidak mengingkari kepada orang yang yu'arid namun Nabi صلى الله عليه وسلم mengingkari tauhid walaupun kalau seandainya Nabi صلى الله عليه وسلم tidak mengingkari maka itu akan ada kemasalahan kemasalahan dakwah bisa jadi dakwah Nabi صلى الله عليه وسلم akan menyebar dengan sebab hal itu perhatikanlah peristiwa yang terjadi pada masa Nabi صلى الله عليه وسلم ketika terjadi gerhana matahari orang-orang pada waktu itu mengatakan bahwasannya gerhana matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim putra Nabi صلى الله عليه وسلم kalau seandainya Nabi صلى الله عليه وسلم itu tidaklah tajarut tidak totalitas dalam dakwahnya Nabi صلى الله عليه وسلم tidak ikhlas dalam dakwahnya dan kalau seandainya suatu kemasalahan tertentu yang dan kemudian hasil manfaat tertentu yang ini bisa dijadikan untuk kemudian menjadikan halalnya sesuatu sebagai sarana dakwah Nabi صلى الله عليه وسلم akan membiarkan peristiwa itu terjadi begitu saja kenapa? karena tentu orang-orang akan takut akan takut dan kemudian membenarkan Nabi صلى الله عليه وسلم bagaimana matahari saja bisa terjadi gerhana karena kematian Ibrahim putra Nabi صلى الله عليه وسلم ini berarti orang yang agung orang yang luar biasa manusia tentu akan takut hal itu dan akan membenarkan Nabi صلى الله عليه وسلم namun Nabi صلى الله عليه وسلم tidak membiarkan hal itu Nabi صلى الله عليه وسلم beliau mengatakan bahwasannya bulan dan juga matahari tidaklah bulan dan juga matahari itu terjadi gerhana karena kematian seseorang dan juga bukan karena kehidupan seseorang etiket yang geliru yang bertentangan dengan tawheed ini ditentang oleh Nabi صلى الله عليه وسلم kalau seandainya Nabi صلى الله عليه وسلم tidak ikhlas dalam dakwahnya tentu Nabi صلى الله عليه وسلم akan memanfaatkan momen yang seperti itu untuk kemudian menakut-nakuti orang kafir dan kemudian mereka akan mempilih anggapan bahwasannya saksiah Nabi صلى الله عليه وسلم adalah saksiah yang agung nah benar apa yang diberikan Nabi صلى الله عليه وسلم namun Nabi صلى الله عليه وسلم tidak membiarkan hal itu dan dan dari sinilah maka orang-orang kafir mengambil dalil akan ketujuran Nabi صلى الله عليه وسلم istadal kafir ala sidqi Nabi صلى الله عليه وسلم wa ala alihi وسلم orang-orang kafir mereka berdalil atas kebenaran ketujuran Nabi صلى الله عليه وسلم wa ala alihi وسلم terima kasih نختم المحاضرة وستبقى النقطة الرابعة وهو التحدي بالقرآن والقرآن الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا بإذن الله تبارك وتعالى نجعله في محاضرة مستقلا نتكلم عن كتاب الله تبارك وتعالى إذن الأدلة خلاصتها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا في شخصيته وعاليا في أخلاقه ثانيا الكمال التشريعي وعظيم الدين الذي جاء به ثالثا التقرد للإصلاحي رابعا هو القرآن الذي جاء به وهي المعجزة الباقية إلى ساعتنا هذه وستبقى إلى أن يرفع الله تبارك وتعالى هذا الكتاب من صدور الناس وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وبركاته ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته